وقال صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة أن يدعوه الله تبارك وتعالى فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول الله له هل بلقت؟ فيقول نعم ثم يسأل قوم نوح فيقال لأمة نوح هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير انظروا إلى جحد الكفار مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم ويقولون ما جاءنا من نذير ينكرون ويجحدون دعوته صلوات ربي وسلامه عليه والله أعلم جل وعلا بهذا كله لكن يبين لنا الله تبارك وتعالى كيف يكون رد قوم نوح يوم القيامة فيقول الله جل وعلا لنوح عليه السلام من يشهد لك أنك بلغت؟ قومك ينكرون من يشهد لك أنك بلغت؟ فماذا قال نوحي صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد وأمته الله أكبر الله أكبر هذا فضل عام للأمة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد وأمته ترك إبراهيم وأمته ترك موسى وأمته ترك عيسى وأمته ترك إدريس وأمته ترك صالحا وأمته ترك هدى وأمته ترك سليمان داود زكريا يحيى أيوب ترك جميع الأنبياء الذين هم بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته قال محمد وأمته يشهدون ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أمته قال فيشهدون لنوح وهذا فضل لهذه الأمة وهذا خرجه الإيمان البخاري في صحيحة